إذا كنت بتعمل ريستارت للراوتر بشكل متكرر بسبب تعليق أو ما شابه هذا السمارت بلغ من شلي إلك ورح يحلل لك هاي المشكلة بشكل نهائي فقط علينا نركب هذا البلغ في الكهرباء ونركب فيش الراوتر في هذا البلغ البلغ رح يشيك على اتصال الانترنت بشكل دائم ورح يعمل بينج على موقعين مخصصين لهاي المهمة رح أفصل سلك الانترنت عن هذا الراوتر عشان نحاكي تعليق الراوتر ورح نشغل تايمر عشان نشوف هذا البلغ كم بده من الوقت لحل هذه المشكلة وخلال من دقيقتين إلى ثلاث دقائق رح يكتشف البلغ أن الانترنت مقطوع عن الراوتر ورح يفترض أنه فيه تعليق ورح يعمل ريستارت للراوتر عن طريق قطع الكهرباء عن الراوتر لمدة 30 ثانية وبعدها إعادة تشغيل الكهرباء السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت موضوعنا واضح من مقدمة الفيديو خلينا نفوت في الموضوع على طول فئة البلص من أجهزة جيلي أو أي جهاز من أجهزة جيلي تحت فئة البلص أو البرو بدعم جابا سكريبت وهذا بعطينا القدرة أن نتحكم بهذا الجهاز أو نخلي هذا الجهاز يتحكم بأجهزتنا بطريقة أعمق شوي من اللي احنا متعودين عليها من الأجهزة الاسمارت وجود الجابا سكريبت على أجهزة جيلي بعطينا القدرة أن نتابع حالة الراوتر أو حالة الانترنت كما شاهدنا في بداية الفيديو ولإضافة هذا الكود على أجهزة شلي رح نتبع الخطوات التالية بعد إضافة الجهاز على التطبيق شرحنا هذا الموضوع في العديد من الفيديوهات السابقة على القناة رح نضغط على الجهاز ومن بعدها رح نختار Sitting وبعدها رح نضغط على Information لتحديد ال IP Address اللي أخده هذا البلغ من الراوتر والآن رح ندخل على البلغ من خلال ال IP Address على الصفحة الرئيسية رح يظهر عنا أن البلغ في وضع ال On الآن ولإضافة كود الجافا سكريبت رح نضغط على Scripts من القائمة على اليسار طبعا الكود موجود جاهز في مكتبة الجهاز فقط علينا الضغط على اللايبراري ورح تظهر عنا قائمة بالأكواد الجاهزة المعدة مسبقا من قبل شلي نفسها رح نبحث على الكود الآن الكود موجود تقريبا في أسفل القائمة وهذا هو الكود المطلوب راوتر واتش دوب رح نضغط على Insert Code وبعدها رح نضغط على Save وبإمكاننا طبعا بعدها نضغط على Start ورح يكون هيك الموضوع انتهى والكود جاهز للتشغيل لكن للأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا شو عم بيصير وراء الكواليس ويتابعوا هذا الكود شو بيعمل بالخلفية لازم نفعل الكونسول واللي من خلالها بإمكاننا نتابع اللوج رح نضغط على Here ورح نفعل الWebSocket Debug ورح نضغط على Save وهيك تم تفعيل الكونسول والآن رح نرجع على السكريبت ونرجع للكود اللي اضفناه في السابق واللي هو راوتر واتش دوب طبعا انتو رح تكون عندكم هاي الصفحة فارغة ما فيها اي كود آخر فقط الكود اللي احنا اضفنا وفيه عندنا هون Switch رح نحوله الى وضع الـ On وهذا وظيفته يشغل السكريبت هذا بشكل أوتوماتيكي في حال انقطاع الكهرباء او اذا عملنا restart لهذا البلغ والآن رح نضغط على Start ورح يظهر عنا رسالة في اللوغ انه هذا الكود بدأ بمرقبة الراوتر والآن خليني افصل سلك الانترنت عن الراوتر تابعوا معي الساعة على اليمين لاني رح اسرع هذا الفيديو بعد مرور تقريبا دقيقة وعشر ثواني ظهرت عندي اول رسالة في اللوغ ان البلغ فشل في طلب الموقع الموجود امامنا وهذا هو الموقع الاول المخصص للبينغ ورح يعمل محاولة اخرى مع الموقع الثاني وبعد مرور دقيقة تقريبا ظهرت الرسالة الثانية في اللوغ ان البلغ فشل في الوصول للموقع الثاني ايضا ورح يرجع يحاول مرة اخرى مع الموقع الاول وبعد مرور دقيقة تأكد البلغ ان المحاولة فاشلة في محاولة التواصل مع الموقعين مباشرة ارسل امر restart للسويتش الموجود على البلغ نفسه ولو رجعنا للشاشة الرئيسية رح نلاحظ ان السويتش الان في وضع ال restart وتبقى من الوقت 22 ثانية تقريبا لعودته الى وضع التشغيل ورح يظهر عنا في هذا المستطيل انه سبب امر restart اتى من السكريبت اللي احنا عاملينه والان بعد انتهاء ال restart ظهر عنا كمان سبب تشغيل البلغ واللي هو التايمر اللي احنا عاملينه داخل السكريبت والان خلينا ندخل على السكريبت عشان نوضح عالية العمل اللي شفناها اللي حصل كالتالي في الاعدادات عنا موقعين بحاول البلغ يعمل ping عليهم هون عنا عدد المحاولات الفاشلة اللي بعدها البلغ باخد قرار بعمل restart وطبعا هي تلات محاولات وطبعا بيمكاننا نعدل هذا الرقم وهون عنا الثلاثين ثانية اللي برجع بشتغل فيها البلغ بعد restart بيمكاننا نعدلها كمان وهون عنا مدة البلغ للموقع واللي هي دقيقة يعني البلغ بحاول دقيقة بحاول بعدين على الموقع الثاني طبعا إذا عدلنا أي رقم من هدول رح نضغط على save وبعدها على start وصلني تعليق من الشخص على صفحة القناة على التيك توك إنه إذا ما رجع الانترنت رح ينحرق الراوتر من كتر محاولات إعادة التشغيل المتكررة وفي وجهة نظر في كلام هذا الشخص لذلك أنا عدلت على هذا الكود وأضبت عليه كم سطر بتمنع إعادة التشغيل إلا بعد مرور وقت معين أنا بحدده رح أعمل الآن إيقاف للكود الأول ورح نشغل الكود الثاني عشان نجربه هذا هو الكود بعد التعديل أضبت سطر مخصص للوقت يمكن تعديل الوقت حسب الحاجة في المثال الآن لن يقوم البلغ بعادة التشغيل إلا بعد مرور 15 دقيقة من بعد أول محاولة إعادة التشغيل بعد انقطاع الإنترنت طبعا يمكن تعديل الرقم مثلا 30 دقيقة الآن خلينا نجرب هذا الكود على 15 دقيقة طبعا الإنترنت ما زال مفصول وظاهر أمامنا على الزاوية في الويندوز والآن رح أسرع الفيديو بعد مرور ما يقارب الدقيقة أكتشف البلغ عدم وجود الإنترنت ورح يحاول مع الموقع الثاني والثالث ورح يعمل أول ريستارت كما حصل معنا في الكود الأول والآن انتهى أول ريستارت ورح يبدأ البلغ في المحاولة مرة أخرى لكن عند فشل الاتصال مع أول موقع ظهر عنا رسالة جديدة وهي كالتالي رغم وجود فشل في الاتصال إلا أن الريستارت ممنوع الآن ورح تستمر هاي الرسالة في الظهور تقريبا كل دقيقة لغاية ما يرجع الإنترنت أو تمر الـ 15 دقيقة اللي احنا أضفناها على الكود طبعا يمكن تعديل المدة حسب الرغبة ممكن نوصلها إلى 24 ساعة بهاي الطريقة يتم تعديل الـ 15 إلى 60 دقيقة ورح نضرب بـ 24 كما هو ظاهر أمامنا وهيك لن يتم عمل ريستارت مرة أخرى إلا بعد مرور 24 ساعة على الريستارت الأول بعد هذا التعديل طبعا هذا الموضوع مش محصول على الراوتر الرئيسي ممكن نعمله على أي جهاز موجود عندنا في المنزل بدعم البينغ ويحتاج عمل ريستارت بسبب وجود تعليق في هذا الجهاز طبعا هذا البلغ أفضل من أي خيار آخر في هذا المجال لأن الاتصال مباشر بينه وبين الراوتر أي خيار آخر مثلا مثل الهوبيتات أو الهوم أسيستنت إذا بدي يعمل مثل هاي المهمة اللي احنا عملناها بيكون الاتصال في هاي الحالة بين ثلاث أطراف بين الراوتر وبلغ سمارت والهوم أسيستنت أو الهوبيتات فأنا من تجربتي شفت إنه هذا أفضل خيار لهاي المهمة إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب السلام عليكم